اي مبرمج مبتدئ بيكون عنده مشكلة انه هو ازاي يجمع خبرة او ازاي يكون عنده سنين خبرة وحتى لو مش مبتدئ قوي بتكون دي برضو مشكلة عنده خلينا نشوف ازاي تزود خبرتك او سنين خبرتك وعشان ما تفضلش مبرمج مبتدئ وخلينا نبدأ في الاكسن على طول واهلا بيكون فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع اتسألني سؤال من فترة قريبة وهو هل سنين الجامعة او سنين كلية حاسبات ومعلومات بتتحسب سنين خبرة يعني انا اقدر اول ما اكون خريج اقول انا عندي اربع سنين خبرة واحد تاني يقولي انا شغلان بكتب اكواد من ست سنين فيبقى انا عندي خبرة ست سنين واحد تاني يقولي انا قاعد او انا عندي تلاتين سنة فنقدر اقول على طول ان انا عندي خبرة سبع سنين او ست سنين في المجال ونقم على ان انا كبير سينيور يعني كسن ولا لا كل الحاجات دي اجابتها لا كل الحاجات دي مش بتتحسب من سنين الخبرة بتاعتك سنين الخبرة الحقيقية هي سنين ومرشتك للمجال نفسه او للجزء اللي انت شغال عليه وكمان بتتطور فيه يعني مش مجرد ان انت شغال في حاجة معينة لمدة ست سنين او خمس سنين تقدر تقول على نفسك سينيور يعني السينيور مش بالسنين قد ما هو بالخبرة الحقيقية وان انت نفسك تحس ان انت بتتطور كل يوم عن اليوم اللي قبله فيبقى زي ما قلنا خبرة من غير او خبرة سنين او عدد سنين من غير تطور ما يسويش خبرة حقيقية دي نقطة هنركز عليها كده واحنا ازاي بنكتسب خبرة قدام تاني حاجة هتبقى معاك من اول يوم تقول فيه برمجة او انا هتعلم برمجة هو ان انت لازم كل يوم قبل ما تدخل على السرير وتنام كده تكون فاهم حاجة جديدة لازم يكون عندك ولو نقطة واحدة جديدة في المجال بتاعنا وصدق نيامة ناس سينيورز ناس عندها خبرة بالسبع سنين والعشر سنين وحاجة بسيطة كده يلقوها جديدة عليهم فطبيعي انك كل يوم تلاقي حاجة جديدة في المجال ما تتكبرش على المجال تانيت نقطة هتساعدك خصوصا لو انت مبتدئ شوية هي المشاريع الحقيقية لو تفتكر انا دايما بقولك ما تتقلش على نفسك او في البرمجة يعني ما تحاولش تقعد طول انا هعمل كذا وكذا وحل كل الحاجات اللي على كود فورسز او غير اي موقع وخلاص ويبقى انا كده برضو مية مية في مجال البرمجة انت لازم تكون بتعمل مشاريع حقيقية وبتوجهك صعوبات حقيقية هي دي اللي بتديك الخبرة اللي بجد انت ما عندكش عملة او مش عارف لسه تبني قاعدة ومن العملة او تشتغل في شركة يبقى حاول تخترع كده وتفتكس مشاريع تكون بتحاكي مشاكل حقيقية وتبدأ تحلها مع نفسك مع الوقت فكونك هتبدأ في مشروع معين ده بيساعدك انك يعني يجي لك افكار مع الوقت انت ما كنتش متوقع ان ايه هتواجهك دي مشكلة يعني فانت عملت اي كوميرس افصاد حاجة كل حيقول اه ده جميل وسهل وكده طب حتقابلك اول مشكلة حكتة مثلا او اللي هي الشحن. تاني مشكلة هتواجهك هي السلة او اللي هي بتاعت البضايع ازاي تجمعها وازاي تنظمها والحاجات دي. تالت حاجة هتواجهك هي المدفوعات. فشوف بدأت تواجهك مشاكل حقيقية مش بقى او كده لا انت بتواجهك مشاكل حقيقية بتبدأ تسرش عليها وتعرف الكود بتاعها هامل ازاي وبالتالي لو طلبت منك بعد كده هتلاقي الدنيا بقت مية مية بجد وبقت سهلها بجد. ربع النقطة الودي مش اجبارية اوي بس يعني لو عرفت تنفزها او بلدك متاح فيها حاجة زي دي يفضل. يفضل طبعا انك تشارك في الفعاليات وفي المسابقات البرمجية. وبالمناسبة دي يعني في كلام قريب كده عن مسابقات همنفزها في القناة عندنا ان شاء الله يعني حاجات برضو حاجات 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 يعني حتشدك كمبرمج وعد بقى نوع مسابقات ويعني كلام هيبقى عليها جوائز لا حدش لسه عارف ايه اللي ممكن يحصل او مفيش خطة ستة معينة لكن ان شاء الله يكون فيه قريب فانت دايما تابع لو فيه مسابقات او فعاليات او ايا مكان تنفزه كده حاجات تحلي فيها اكواة او المعسكرات للبرمجة او تعليم البرمجة او حتى ورش عشان تطلع منها حاجة معينة او كده دي طبعا هتساعدك في انك تتواصل مع مبرمجين زيك وتساعدك كمان انك تيصد خبرات منهم وياخدوا خبرات منك ويبقى طبعا الوضع افضل من ان انت تفضل ونعزل وقافل على نفسك وبتتعلم في الحاجة السابتة بتاعتك بس خامس نقطع نتكلم عنها ودي من اهم النقط زي ما قلنا هي اوعى تتكبر على المجال ده المجال ده عامل زي البحر او يمكن زي المحيط ملوش كبير ما ينفعش تقول انا خلاص كده جبت اخر البرمجة انا خلاص جبت اخر جوفا سكريبت دي وما فيش حاجة تانية بعد كده فيش حاجة اسفقة كده صدقني العمل اللغة نفسه هو نفسه مش عارف اخرها فين بالضبط فيعني لك كمثال ان انا اقول لك انت مأمن زادت خبرتك ممكن الجونيور اللي هو تحت منك او تحت تحت منك خالص يطلع لك كده ببروبلم صغيرة او حاجة او هو يحل حاجة بطريقة عبقرية ما تخطرش على بالك انت نفسك فالمجال ده ملوش كبير اوعى تتكبر على التعليم اوعى تتكبر على البحث اوعى تقول دي هي دي خلاص انا جبت اخر الحاجة دي واوعى تقول ان انا مفيش يعني حد بعدي في المجال ده خلاص وهتلاقي على طول فيه اللي اكبر منك فلازم تفضل تتعلم باستمرار اخر حاجة بقى عشان نقول هنعمل طب نتفادى كل ده وازاي برضو نكتسب سنين خبرة احنا كده بنقول احنا بنكتسب الخبرة نفسها ازاي او الخبرة الحقيقية طيب اخر نقطة ان الفريلانسر للأسف شركات كتير فصوصة مصرية او عربية لا تعتذ بيه يعني بتقولك سنين الخبرة الفريلانسر دي اركنا على جنب انا عايزة خبرة شركات هنعمل بقى في مشكلة زي دي واصلا هتوصل للفريلانسر ازاي وازاي بقى تاخد سنين خبرة او تعتد بقى بالسنين الخبرة دي هو ده اللي حنشوفوه دلوقتي ونقل على كل المعطيات اللي احنا قلناها في الفترة اللي فاتت دي او في الجزء اللي فات من الفيديو احنا كده هنقدر نكون خبرة حقيقية فبالتالي هتقدر بمجرد ما انت اتعلمت يعني في مرحلة التعليم مثلا بتتعلم فرونت انت فبمجرد وصلت للرياكت او الفريمورك وبدأت بتعمك فيها وخلاص خلصت الكورس بتاعها انت كده هتقدر تقول على نفسك خبرة ست شهور يبقى هتقدم على وظيفة جونيور مش هتقدم بقى انترن او كده انترن دي لو انت لسه في الجامعة او لو هو يعني مرحلة تدريب او كده دي بتكون في وقت الجامعة او كده لكن عايز تقدم في شغل بقى حقيقي ايه ابدأ قدم جونيور طب دي نادرا شوية ما تلاقيه هنحلها ازاي زي ما انا هتنفذ الخطوات دي بتاع زيادة الخبرة ولو لقيت فرصة فريلانسر انا بنصحك بيه اكتر واصلا تركن الشركات على جنب لو الفريلانسر بدأ يدخلك دفل كويس طيب انت عايز برضو تدخل شركات والفريلانسر مش حيعوى يعني خبرته زي ما قلنا فيه اغلبية مش كله بس فيه اغلبية بيقولك عليه لأ هنحلها ازاي هنحلها ان انت مع كل سنة خبرة فريلانسر شوف لفسك هان انت فعلا تقدمت ولا لأ ولو تقدمت ممكن يا سيدي تبدأ تقول في السي في بتاعك ان انت خبرة سنة بدأت تتعاملك اكتر ولسنتين بس انا مش عايزك هنا في النقطة دي تاخدها ان انا بقولك ايه دي كد بصريح في السي في انت يبقى خبرتك الفعلية سنة وتقول انا عندي خمس سنين لأ خليها ماشية مع الواقع شوي يعني لو انت خبرتك ثلاث سنين وقفت سنة ومسكتش كود نهائي ساعتها هتقول ثلاث سنين برضو مش هتقول اربع سنين انك بتعد على العمر وخلاص طيب عايز تحلها ارجع بقى بطاقة اكبر عشان تقدر تقول انك اربع سنين السنة الرابعة كنت رموت لي مع شركة معينة او حاجة يعني ابدأ ازبط نفسك كده بس لازم يكون عندك خبرة حقيقية تساوي الخبرة اللي هي انت كاتبها او مقربة لها ماينفعش انت خبرتك تكون بسيطة جدا وشايف نفسك خبرتك عالية جدا يبقى تابع الخطوات اللي احنا قلناها عشان تكتسب خبرة ومتبضلش واقف في مرحلة المبتدئين او متبضلش مبتدئ في نفس الوقت حاول تزبط نفسك بحيث انك متعلاش اوي في الخبرة وانت لسه يعني واقعيا انت ما عندكش خبرة وبس ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ووافتكم لو عجبك ما تنساش تديني احلى لايت ومتنساش شوف الحلقات والحكايات والكورسات اللي فاتوا وتستنى الحلقات والحكايات والكورسات اللي جاية وانزل اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وعشان ما تبقاش من الفيديو